لا يكل صوت الجلاد في العراق من نهش لحم ضحاياها قد يصبح الأمر مألوفاً إن اقتصر هدفه على الموت فحسب لكن أن يصبح إزهق الأرواح أداة بيد الأحزاب والسلطة لمآرب مشبوهة فهذا ظلم يقود إلى ظلمات وزارة العدل الحالية أعلنت عن تنفيذ ثلاثة إعدامات ضد معتقلين مدانين بتهمة الإرهاب تمر الذريعة مرور الكرام على الكثيرين لكنها في العراق تستوقف الجميع متسائلة عن حقيقة التهمة وظروف الاعتقال ونزاهة المحكمة أعدم المعتقلون الثلاثة في سجن الحوت في الناصرية هناك حيث البقعة السوداء الأكبر التي تبتلع المعتقلين فيخرجون منه جثثاً هامدة إما بمقاصل الإعدام أو تحت التعذيب الجسدي والنفسي أو ما تسميه السلطات وفاة طبيعية نتيجة مرض ما وجبة المعدومين هي الثالثة خلال هذا العام فقط سبقهم خمسة الشهر الماضي وثلاثة في كانون الثاني ما استدعى مفوضية حقوق الإنسان الأممية إلى إبداء قلقها تجاه عمليات الإعدام الجماعي كما طالبت بإيقافها فوراً عقب إعدام واحد وعشرين معتقلاً في تشرين الثاني من العام الماضي مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحدثت حينها عن انتهاكات خطيرة ومتكررة ارتكبت ضد المعتقلين أثناء المحاكمات أبرزها اعتماد اعترافات انتزعت تحت التعذيب فضلاً عن سوء المعاملة وصفة الأمر بأنه يرقى إلى الحرمان التعسفي من الحياة الذي تمارسه الدولة لم يأتي الصادم بعد فقد كشفت منظمات حقوقية أن عدد أحكام الإعدام في العراق قد وصلت أكثر من ثمانية آلاف حكم مبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو شهادات المخبر السري التي تقود إلى محاكمات لا تستغرق دقائق تنتهي أغلبها بالإعدام كل ذلك جعل العراق في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم بحسب منظمة العفو الدولية التي اتهمت القضاء في العراق بالفساد عبر محاكمات صورية لا تسمح حتى للمتهمين بالدفاع عن نفسهم الهدف من بطش السلطة تفسره منظمات حقوقية تقول إن تكثيف عمليات الإعدام في العراق هدفه تحقيق مكاسب سياسية فيما أكدت هيومان رايتس ووتش أن الإعدام أداة سياسية بيد الحكومة في العراق